موسيقى 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 أهلا بحضراتكو في حلقة جديدة من برنامج الريمونتادة كاس الأمم الأفريقية وما فيش حديث إلا عن كاس الأمم الأفريقية وعن منتخب مصر بطبيعة الحال والحقيقة أنا يعني مبارح بعد المطش وبعد تأهلنا كتبت يعني تويتا كده قلت فيها يا جماعة خلينا نركز مع اللعيبة الموجودة في المنتخب واللعيبة المتاحة للمدير الفني وخلينا ندعم الأولاد والشباب وخلاص موضوع الكلام عن موضوع محمد صلاح وأزمة محمد صلاح خلاص يعني نحطه على جنب دلوقتي خلي كل طاقتنا متوجهة لدعم شبابنا ودعم منتخبنا واللعيبة المحتاجين للدعم وطبعا لما قلت الكلام ده أنا يعني إيه كنت أعرف إن أكيد فيه ناس برضو تفضل تتكلم عن موضوع صلاح لأن موضوع صلاح هو اللي بيبيع بلغة الإعلام كده موضوع صلاح هو اللي بيبيع ولكن لقيت إن الموضوع أصبح بجد يعني أصبح مؤلم المشهد بتاع الأزية اللي احنا بنأذيها لولادنا أصبح مؤلم وأصبح بيحتاج لتدخل التدخل ده مش تدخل دولة لأ أصبح محتاج دكترة نفسيين وأنا بقول لك الحقيقة والله فيه ناس كتير للأسف عندهم مشاكل نفسية كتيرة جدا وما بيعترفوش بكده وعدم اعترافهم بأنهم عندهم مشاكل نفسية نخليهم أنهم يتمادوا في اتهمتهم للناس بالباطل وأنه يخرج الموضوع برا سياق أن أنت بتقيم لأن أنت بتتهم وبتتهم اتهم يعني بثقة كأنك معاك دلائل وإنت مش عارف أن مهما كان الصفحة اللي أنت بتكتب فيها أو الموقع اللي أنت بتكتب فيه أو المنصة الإعلامية اللي أنت بتمثلها مهما كانت صغيرة أو متابعينها قليلين دايما فيه ناس بتاخد الكلام ده وتوجهه لأماكن أكبر عشان تخدم مصالحها ودي القضية أو ده المشكلة الكبيرة اللي بعض لعبي كرة القدم القدامة وبعض السادة الصحفيين وبعض السادة الإعلامين وبعض من يسموا نفسهم صحفيين لأن فيه ناس بيقول لقب صحفي ده لقب صحفي ده حاجة كبيرة قوي صحفي ده يعني دار الصحافة يعني عضو في القبط الصحفيين يعني يعني راجل عارف مسئولياته كويس قوي وعارف قيمة كل كلمة بيكتبها أو بيقولها ولكن للأسف إحنا عندنا شباب كتير دلوقتي يقول لك أنا صحفي أنا الصحفي فلان الفلان هو مصحفي ولا حاجة محترامي الكبير لي لكن هو بيعتبر عمله في أي موقع بيخليه إنه هو صحفي فالنهارده الشباب دول عارفين من أين يعني إيه يؤكل يعني يقول لك من أين تؤكل لحم الكتف صحيح عارفين إن إيه الحتة اللي هتبيع معايا وابتدي اشتغل عليها سواء بقى كانت الكلام ده هيأذي شخص هيشوه نجم هيأثر على حالته النفسية والحالة النفسية بتاعت أهله وإخواته وصحابه والناس اللي حواليه مش مشكلة المهم إن أنا بيع بكلامي وأخدم الاتجاه اللي أنا إيه اللي أنا ناوي إن أنا أمشي فيه ولكن الحقيقة وأنا عمري في حياتي عمري في حياتي ما من مدرسة إن أنا أععد إن أنا إيه كل واحد بيعمل حاجة غلطة صلح حاله لأننا بشوف البني آدم اللي بيقعد يصلح للناس أخطاءهم ما بيبقاش عنده وقت إنه هو يصلح أخطاء نفسه وما فيش حد مننا إيه ما عندوش أخطاء ولكن الحقيقة موضوع بتاع محمد صلاح ده وموضوعه بتاع لعيبة منتخب مصر بقى موضوع فعلا مؤلم حاجة زعل الناس يا جماعة بتاخد المواقف كلها وبتترجمها لمخها عايز يوديها فيه فهضطر إن أنا أتكلم على موضوع صلاح لإنه والله ما قدت عايز أتكلم عليه صلاح يا جماعة بكل بساطة عشان بس إيه أقول لكم الموضوع إيه بالبلدي كده أقول لكم بلغة الشارع صلاح صلاح مش زينا من الآخر كده طريقة تفكيره مش زينا وإلا لو كان صلاح طريقة تفكيره زينا مع احترامي الكبير يعني ما كانش راجل إنه هو لعب في ليفر بول وفيدل إنه هو ينافس على أفضل 5-6 لعيبة في العالم لمدة 7-8 سنين صح ولا لأ فهو راجل طريقة تفكيره مش زينا مش معنى كده إنه هو أحسن مننا لا لا هو أحسن مننا ولا إحنا أحسن منه لكن هو راجل مختلف الراجل ده راجل جاله أصابة جاله أصابة شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى أو الدرجة التانية جريد 1 أو جريد 2 صح؟ الطبيعي الطبيعي اللي إحنا متعودين عليه واللي إحنا عارفينه إن أي حد بيقعد يتعالج في المعسكر وإنه هو راجل يفضل موجود يقوم بدوره ككابتن فريق وما يسيبش الفرقة وكل كام ده ده اللي أنا إيه بقوله برضو أنا 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 مش بقول إن صلاح صح عشان ما حد شاء كلامي غلط تمام؟ الراجل مخه مختلف عننا فراجل اتواصل مع يورجن كلوب المدرب بتاعه ويورجن كلوب بعد ما شاف التقارير والدكتور بتعليفر بول شاف التقارير قال يا جماعة الراجل ده لازم إنه هو يرجع يتعالج عندنا ولو خاف هيرجع لكوا إيه مرة مرة آآ مرة آآ مرة آآ ثاني طيب نيجي يا جماعة آآ آآ نعمل الكلام ده بشكل رسمي بلساي؟ لأنه صلاح من حق المتخب خلي بالكوا ده 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 الده ده 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 لعكس الأمم ده إليفر بول واش determining حقي وراح SpecIN دول يhmael يرجع يرجع يبقى لازم ايه اللي يحصل لازم اقول حاجا العيب يبقى موافق ان هو يرجع لازم يبقى برداء ده نمرة واحد نمرة اتنين لازم نتكلم مع اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة المصري انا بحكي لكم ايه اللي حصل يعني عشان الناس بس ما تمشوش ورا حاجات تانية اتحاد الكرة المصري ادار الازمة بشكل خاطئ اول حاجة اتحاد الكرة المصري يتفاجئ ان لقى ان صلاح ما عندوش مانع ان هو يرجع طيب هل صلاح كده كافر هل صلاح كده ما عندوش وطنية هل صلاح كده راجل ما بيحبش منتخب مصر هل صلاح كده راجل مغرور ومتعالي كل الكلام اللي انا قلته لحضراتك وده كلام مش مظبوط هو بس راجل مختلف وراجل دماغه مختلفة عننا انا لو في نفس الموقف كنت هقول مش عايزة قارن كنت هقول لها انا عم عن منتخب ومش همشي وانا موجود وكذا 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 ولكن ربما ربما يكون طريق تفكيري دي وانا مقولش ان هي غلط هي اللي عطلتني ممكن في اوروبا لان الاوروبيين عايزين ان الناس اللي تشتغل معاهم وتفضل موجودة معاهم ويكبروهم ان هم ينصعه او ينصعه لاوامرهم ما هو يا جماعة اكيد فيه سبب اللي خلى الراجل صلاح ده انه هو يلعب في الطوب لبل او في المستوى الاول في اوروبا وما بقاش عنده مشاكل مع الناس اللي حواليه اكيد فيه سبب غير الاسباب اللي انا عارفنا السبب ده انه هو راجل بيسمع الكلام راجل ما بيخشش في اصدماب مع الناس انا كنت بتخانق على طول انت مش هتلاعبني النهاردة طب انت كذا انا بتاع انا مسافر انا مش قاعد هل الكلام ده في النهاية طلع صح هل يا جماعة التصرفات مثلا اللي انا كنت بعملها دي اللي انا كنت وانا صغار شايفها عادية هي تصرفات غير عادية طبعا هل التصرفات دي كانت صح ما كانتش صح عشان كده الناس اللي انك الناس الأوروبيين ابتدوا يصطدموا معايا انت فاكر نفسك مين وانتوا اللي فاكرين نفسكم مين انا ميدو اعطى انتهى الامور في الاخر ان بقى عندي مشاكل في اكتر مما كان انا لعبت لعبت فيه فاحنا ماينفعش النهاردة ناخد كل الناس على حسب تفكيرنا ماينفعش ماينفعش يا جماعة ان احنا نطلع الرجل محمد صلاح ده انه هو رجل مش وطني لو عارفك الرجل ده لو مش وطني ومش عايز يلعب في المنتخب كمل اول الدعوة هتجيله تكسل قوم يقول لهم شكرا انا مش هلعب انا رجل خلاص انا رجل وتاع وفيه لعيبة عبتعمل كده عادي مفيش مشكلة انما الرجل باين جدا ان هو حريص ان هو يبقى موجود مع المنتخب وقلبه على المنتخب والراجل عايز يبقى موجود الرجل اتصاب والراجل بقى بيتعامل في موضوع الاصابة بتاعته ده بعقلية الاوروبيين بعقلية الناس اللي هناك والله يا جماعة انا اتصاب انا اول واحد قلت ان لا صلاح لازم يقعد وانا بقول ان صلاح لو انا ما كانه هقعد لكن مش معنى كده ان انا صح مش معنى كده ان انا صح فالنهار ده يا جماعة الراجل اشتغل باسلوبه اسلوبه اللي نجحه لسنوات طويلة وخلاه مختلف صح يبقى النهار ده جزاؤه عشان هو راجل بيفكر بشكل مختلف ان الناس تتهم كل هزين الاتهمات يا جماعة والله انا ما فيه اي مصلحة ما بين يوم بين صلاح لكن انا مختلف معاه في حاجات اه وطبيعي ان انا بقى مختلف معاه وبقول ان كان المفروض دي تدور بالشكل الفلاني لكن مش معنى كده يا صح مش معنى كده يا صح دي طريق التفكيري ربنا خلقني كده ربنا خلق شخصيتي كده دي الطريقة اللي انا هتربط بيها وهو راجل عنده طريق التفكير مختلفة لازم نحترمها الراجل شايف ان الافضل ان انا اروح هناك واشتغل انا بصراحة اقول لكم بكل صراحة فيما يخص موضوع صلاحة وهكلمكم يعني فيما يخص صلاحة وهكلمكم على اتحاد الكرة ورأيي في ادارة الازم وكيف فشل اتحاد الكرة في ادارة ازمة صلاح وازمة اصابة صلاح لكن انا دي طريقة بقول لكم بصراحة فيه كم كبير جدا من الناس للأسف وبقول الكلام ده عندهم حقد وغل جوه قلبهم لو تقاس باليعني او تشاف بالعين المجردة يعني ما حدش هيرى في قدر حجمه من كتر ما كمل غل والحقد كبير وفيه ناس مستنية اي حد ناجح بجد انه هو يدوبك بس كده ايه يعمل حاجة مختلفة على انه هما بيفكروا فيها عشان يتعانوا فيه ويشهروا به ويسوقوا سمعته وده بيخلي اي حد خلي بالكه ناجح انه هو بدل ما يجي يعمل لك الشغلانة ببلجر انه هو يعملها لك على مضد مغزبا عنه ما في الاخر بني ادم الراجل ما في الاخر بني ادم زيه زينا مهما كان محترف ومهما كانت عقليته في الاخر بني ادم انا راجل باجي بسيب فرقتي وبموت نفسي وباجي عشان نلعب مع المنتخب وان انا راجل ملتزم وراجل بلم الناس وبشد الناس وبعمل كل حاجة وفي الاخر لما تصاب وقع وفكر بطريقتي تغزوني تغزوني وتتهموني وتشوهوا سمعتي وتشهروا بي فارجوكوا يا جماعة والله انا عمري في حياتي عمري في حياتي ما بقوم لي على الناس اللي حوالي او الناس اللي انا شايفها بقوم لي عليهم يعملوا ايه ولا بقعد اشاور لهم على اخطائهم لان كلنا خطائين كلنا بنغلط صح ولكن الموضوع والله زاد عن حده عيب كفاية كفاية ارحمه محمد صلاح الراجل خلاص اتعور هو عنده تفكير مختلف يسافر يتعالج لو خف يرد علينا ولو ما خفش خلاص نتمنى له التوفيق ويكمل مع فرقته وربنا يكرمه ده راجل بيمثلنا كلنا وبيمثل كل اللعيبة للمصريين والعرب والافرقة وراجل نموذج ناجح وبقى اقسم بالله والنعمة دي انا بقول الكلام ده وما فيه بني آدم ايه اللي اقوله الناس في دارة القناة هنا سايبينلي كل الحرية يعني ان انا اقول اللي انا اللي انا عايزه لكن انا بقول بعد لربنا بقول الكلام اللي ربنا حاسبني عليهم الايامة محمد صلاح لا يستحق هذه المعاملة بصراحة لا يستحق الراجل كان حريس نوايا بقى موجود في المنتحد كان حريس نوايا بقى موجود في المنتحد ولعد الراجل مش في مستوى أجواء مختلفة رتم لعب مختلف كل حاجة مختلفة والراجل اتعور في الآخر اتصاب خلاص يا جماعة يعني ارحموا الراجل سايبين المنتخب والأخطاء دي كلها اللي موجودة والأخطاء اللي موجودة في مصر كلها وصلاح هو خلاص اللي اتشعبطنا فيه مسكنا فيه يعني كل واحد برضو ليه طاقة فأرجوكوا وبطالب السادة أصدقاء الأعزاء اللي بعتز بيهم جدا للعيبة الكرة القدم القدامة بقول لهم أرجوكوا ارحموا محمد صلاح لأن احنا ما بيطلعناش سبعين لعيب زي محمد صلاح ده كل عشر سنين هو واحد بيطلع للأسف كل سبع تمان سنين عشر سنين بيطلع واحد كويس وكل بقى تلاتين اربعين سنة بيطلع واحد عقلته زي 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 محمد محمد صلاح وكفاية التعامل بسوء النية ان ايه واحد يقول لك مثلا انا عيان لا دا كذاب لا دا كذاب انت مش عيان انت بتقرب لا ليه التعامل بسوء النية ليه يعني ليه ما بنديش للناس مبدأ حسن النية ليه التخوين الشناوي وقع على كتفه دا هرب الشناوي هربان الشناوي هربان مش عايز يلعب بيطل ماتشاط والله العظيم ان 75 واحد من اصحابي بعتولي رسالة اول لما الشناوي اه 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 وقع الشناوي هرب من البطولة النهار دا هو الناس بتقول لك انه هو كتفه تخلع مش معنى كما بقولش ان الجن مش غلطته الجن غلطته الجن غلطته انا وهو ما تخلعش كتفه على فكرة في الكرة اللي وقعت من ايده هو توقع الكرة الكتفه تخلع وهو بيحاول يريكافر غلطته فالشناوي مستويحش في البطولة الشناوي مستويحش في البطولة اه مستويحش في البطولة انما ليه التخوين ان هو الراجل اول لما وقعد هارب كفانة حقد صراحة كفانة حجد وكفانة غل على الناس اللي بتلعب وبتشتغل وبتنجح لأن والله والله وشفتها أنا راجل أقشت في 7-8 دول وشفتها في كل المجالات من أول عام من غرفة خلق الملابس محترامة كبير ليهم للناس اللي بتشتغل بتنظف القوضة كل واحد ليه أهمية في شغله مفيش حد فينا بيشتغل أو بني أدم بيشتغل مفيش أهمية في شغله كل الناس مهمة في أي منظومة عمل لكن البني أدم اللي بيفضل أنه هو يبص للناس اللي فوقيه وبيتمنى أنه هم يقعوا مهما عمل في حياته بيفضل طول عمره صغير لغاية ما يموت شفتها بص في 30-41 من جنسيات مختلفة أنا بقول لكم يعني يعني خبر يعني ما بتدعيش أن أنا خبير يعني لكن أنا عندي كونت الحمد لله في الحياة خبرات كبيرة أنا راجل للوقتي عندي 41 سنة وتكونت يعني خبرات كبيرة جدا ما بتدعيش أن أنا أعرف كل حاجة لتكونت خبرات البني أدم اللي بيفضل أعب مكانه يبص للناس اللي نكحة والناس اللي فوقيه والناس اللي بتشتغل وبتنجح وبتعمل فلوسه وبتعمل فيم وبتعمل كل الكلم ده كله وبيتمنى من جوه قلبه بس ولولي ثانية أن الناس دي تعمل أي غلطة عشان تقع بيفضل صغير لغاية لما يموت نطلع فاصل أنا قلت لحضراتكو من سنة من سنة ونص من أول لما اتحاد الكرة ده موجود إن اتحاد الكرة ده ضعيف وإنتحاد الكرة ده ما بيعرفش يدير سيبك بقى يعني إيه إدارة الأزمات دي 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 ملكة تانية خالص لكن إدارة رياضية ما بيعرفوش يدير وأنا بقول لكم الشواهد بتقول كده الناس دي من أول لما قاعدت على كرسيها معظمها فيهم ناس محترمة طبعا وناس عايزة تنجح وناس عايزة تشتغل مش هقول أسماء عشان محدش يعني إيه يقول إن أنا بقول حاجة على على صحابي ولا الكلام ده لكن في ناس يا جماعة جاية في اتحاد الكرة شغلتها إن هي الجامل الناس اللي حواليها وإن هي الجامل بعض الأندية وإن هي تستخدم نفوذ القوة بتاعتها إن هي أنا وهعملوا الكلام ده وإن هي تأجل بعض القرارات عشان حاجات دي ممكن تخدم مصالحها وأظن إن أنا خط في عدم قدرة اتحاد الكرة المصري الحالي على إدارة كرة القدم بقالي فترة طويلة جدا لدرجة إن الناس يعني فيه ناس زعلنا مني وفيه ناس على فكرة ما بتكلمنيش وفيه ناس ما بتقولوا بتاع لكن أنا في النهاية شغلتي إن أنا أشاور على الحاجات الغلط وأشاور على الحاجات الكويسة للصالح العام مليش أي مصلحة مع أي حد فيهم الحمد لله طيب أنا النهاردة أجي بقى في حتة إدارة الأزمة النهاردة صلاح أتعور صلاح ده نجم كبير واحد من أكبر نجوم العالم صح؟ صلاح اتفق مع ليفر بول وبعد حديثه مع الجهاز الطبي للمنتخب مصر وجهاز الدكتور بتاع ليفر بول الناس اتفقت إن الرجل لازم يسافر لليفر بول يتعالج ولما يخف يرجع تاني صح؟ أو لو ما خفش خلاص أمور أو مصر خرجت خلاص إيه؟ صلاح مهمته انتهت مع المنتخب وأنا اتكلمت مع صلاح وأنا بقول لك أقول الحقيقة اتكلمت مع صلاح مش أنا أنا كتتحكرة اتكلمت مع صلاح وصلاح قال لا أنا برضو شايف إن إيه؟ إن ده الحل الأنثر اللي ضربها الرياضية بتقول إيه؟ طبعاً الكلام اللي أنا بقوله لكو ده هم ما يعرفوهوش فلما ما يعرفوش مش فاهمين إن هو ده الصح هو فاكرين إن ده صلاح ده عادي العيب بيلعب في أسمنت مش عارف أبو عبيد واتصاب ويلا حبيبي لو عايز ترجع يرجع ما يعرفوش أبعاد أبعاد أي قرار أنت بتاخده إيه؟ أو البروسيس بتاع أي اتفاق بتعمله مع جهة كبيرة بيبقى ماشي إزاي؟ أقول لكو بقى الإدارة الرياضية بتقول إيه؟ اتحاد الكرة أول حاجة هو اللي ورّت منتخب مصر في الورطة الكبيرة اللي وقعنا فيها في إصابة صلاح أنا بقول لكو باد منجمنت إدارة سيئة للأزمة طيب هتيجي النهاردة تقول لي طب همما كانوا مفروض يعملوا إيه ميدو أقول لكو بقى الإدارة بتقول إيه؟ أنا مش بابتدع الكلام ده لأ أنا شفت الكلام ده قدام عناه بتعامل إزاي؟ الناس بتشتغل إزاي؟ النهاردة صلاح اتصاب وصلت الاتفاق مع ليفر بول تمام؟ بتروح عامل أجريمنت اتفاق مكتوب ما بينك وما بين ليفر بول الاتفاق ده بيقول إن بعد إصابة لعبنا محمد صلاح بتاريخ كذا في مباراة كذا وبعد الكشف الطبي عليه وإجراء الأشعاءات من قبل الدكتورة الخاص بينا إحنا وبعد التواصل مع الجهاز الطبي لنادي ليفر بول والمشاورة مع اللاعب رأينا طبعا كما نقول لكم ده بيبقى كله بالإنجليزي لكن يقول لكم العربي يعني رأينا إن أفضل موقف لللاعب وأفضل حل لجميع الأطراف هو سفر اللاعب فورا إلى نادي علشان يتعالج تحت رعاية الجهاز الطبي وإذا رأى الجهاز الطبي لليفر بول والجهاز الطبي لمنطقب مصر بعودة اللاعب مرة أخرى حال صعودنا للأدوار القادمة فمن حق المنطقب مصر أن يستدعي اللاعب فورا دي الأجريمنت الاتفاق اللي لازم كان يبقى مكتوب يستدعي اللاعب فورا وأن لا يشرك نادي ليفر بول اللاعب في التدريبات أو المباريات إلا بعد إذن مكتوب من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم على أن يعلن ذلك على أن يعلن ذلك الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أولا وفي حالة إعلان نادي ليفر بول عن عودة اللاعب إلى ناديه قبل إعلان الاتحاد المصري أو قبل بيان الاتحاد المصري فلن يغادر اللاعب وعسكر المنتخب وروح جايب الأجريمن دي باعتها يمضوها وامضيها وامضي عليها محمد صلاح دي الإدارة الرياضية دي الإدارة الرياضية إنما النهاردة أروح بققي كده بس أتكلم مع صلاح ومع كلوب وبتاع وأقول لهم حاضر يا جماعة وبعا كده أروح مميل على صلاح أقول له والنبي صلاح ما تسافرش من زرنا واقش والكلام ده كله البس في الحيط مش البس في الحيط بقى كالتحاد الكرة البسوا في الحيط طبعا الناس في اتحاد الكرة جوه مخهم عمرهم أبدا ما هيقولوا إنه ممكن يكون اللي بيدو بيقوله صح لا 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 زي ما أنا بهاتي بآلف مليون حاجة قبل كده وبرضه إلا مش معترفين الكلام اللي بيدو صح لكن هو ده اللي وصلنا للإحنا فيه بقى الإدارة السيئة للموقف آسف والإدارة السيئة للأزمة أهو ما أنا النهاردة اتفق زي ما قلتلك قبل الفاصل مع ليفر بول كده ويطلع الراجل يورجن كلوب في المؤتمر يفاجئني ويلبسني ويقول لي أنا متفقين وأنا شايف إن صلاح يرجع وحد يفتكر إن كلوب آل كده في المؤتمر آل كده بصدفة ولا صح في لبسه لا ده هو ناوي إن هو يقول كده ناوي إن هو يقول كده ليه عشان بيلبسك عشان لقاك هاوي اسمعوا كلامي بقى أنا عارف في إيه الناس بره بتفكر إزاي هو تعامل معاك راح الكلوب سيكرتري بتاع النادي قاله قاله اتفقتوا عالكلام ده قاله اتفقت قاله كتبتوا حاجة قاله لا ما كتبناش قاله طب سيبهم لي سيبهم لي أنا بقول لكم يرجى من كلوب ما يرجى من كلوب عايز إيه وعايز صلاح يرجع يتعالج عنده هو ما قاله هو ملوش دعم منتخب مصر إنما أنت شغلة اتحاد الكورا إن هو إيه يحمي نفسه ويحمي جمهور مصر ويحمي المنتخب لكن الناس ما تعرفش حاجة عن الكلام ده عشان كده إيه قالك إحنا اتفاجئنا إن كلوب قيل في المؤتمر طب ومعمنتش نفسك ليه بورقة ما قمتش نفسك ليه النهاردة ينفع جماعة إن في عز الأزمة دي كلها التلفزيون يكلم أحد أعضاء مجلس دارة اتحاد الكورا يقولوله هو صلاح راجع ليبر بول ولا لأ يقول لهم والله ما عرفش أنا في البلد إيه ده إيه ده أنا ما شفتش كيف حياتي والله شفت الراجل بعناية الأستاذها بالوافا بيقولوا والله أنا ما عرفش أنا في البلد أم عرفش حاجة لكن لو الناس يعني اتفقوا على كده خلاص يبقى دي المصلحة يعملوها حسب الله وانا يعمل وكيل في الناس اللي بتخلي الناس دي مسؤولة والله العظيم جبتوا الكورة المصرية يا ليه 30 سنة وردت من 30 سنة كنوا متقدمين أكتر من كده ليه دكتور المنتخب يطلع يعمل تصريحات النهاردة The Athletic ما عطعين اتحاد الكورة جب لي سوريتها أستاذنا ما عطعين اتحاد الكورة بيقولك ده اتحاد هو الدكتور أبو 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 العلة يطلع يعمل تصريحات يقول أهو أهو لو قريته الارتكل اللي مكتوب على اتحاد الكورة هتحزنه على اتحاد الكورة بيقولك ايه ان هنا بوليدة كان بيعرف يدورها انما انتوا بتعرفوش تشتغلوا وبتعرفوش تعملوا حاجة كل شغلوا ده هتليتك كده كاتبين عليكم ايه على اتحاد الكورة بتاعنا ايه طبام ارجعلي بقى يا أستاذنا بعد ايه طبام اه سؤال هل شغلة دكتور المنتخب طبيب المنتخب انه يطلع يبرر ويدافع ويعبر ويقول ان انا راجل بعرف اه اه شقص كويس واصلح ان الاصابة طلعت مش اكتر طبعا هو طلب تعليمات بيلم موضوع بيلم غلط مش غلط واعيني انما الدكتور اتورت في الكلام ليه لان طبعا هو راجل مش كبير في الاعلام هو دكتور راجل بتاع طب بس ما عرفش يتكلم في الاعلام كويس عشان كده كل دولة وكل منتخب ليه متحدث اعلامي بيتكلم شغلته انه بيعرف يتكلم في الاعلام لما يطلع نهارة الدكتور المنتخب الاول بعد الاصابة يقولك دي ايه دي عشرة ايام ودي جريد وان من الدرجة الاولى وبعد كده يطلع بعديها لما الازمة تحصل يطلعوا الدكتور يطلعوا الدكتور حل انت بيلبسوا الراجل اطلع لا دي تلعب من الدرجة التانية دي ممكن تقعد دي تلعب اكتر ما معرفنا ففي الاخر طلعوا الدكتور ايه ما بيفهمش حاجة يعني رغم ان الدكتور انا بقول لكم الدكتور ايه ده دكتور كويس جدا لكن اتحاد القرى ورطه الاكتر بقى اللي جننك انه قال جملة الاعلام الانجليزي هيشتغل عليها الفترة اللي جاية بص انا بقى انا عارف الناس في الجلطرة الاعلام الانجليزي هيشتغل ازاي قال لك اللي وضعنا في هذا الموقف تعال لكم بعد الفاصل طبعا الدكتور ابو العلا بسلامة نية لانه رجل اللي مش بتاع اعلام مش المفروض ابدا ان هو يعمل تصريحات اعلامية مش المفروض ان هو يعمل تصريحات اعلامية حتى حتى لو حتى لو مقدم البرنامج ده علاقته كويسة بال بالمسؤولين في اتحاد القرى مش المفروض الدكتور يعمل تصريحات اعلامية يعني انا انا لو لو مسؤول في اتحاد القرى قال لي خد تفضل اميديو دلوقتي الدكتور يتكلم معاك هقول له لا مش الدكتور يتكلم معاك انا مش عايز اورطه ولا عايز اورطه تمام فييجي النهارده الدكتور يطلع يقول لك ايه هتشوفه الاعلام في انجلترا هيشتغل على الموضوع ده ولا لا قال لك ان كلوب ورطنا بتصريحاته احنا كنا متفقين ان هتم الاعلام بعد المباراة وصلاح زعل قوي من الموضوع ده صدر لصلاح ازمة من غير اي لازمة افتكروا كلامي ان هتشوفوا دلوقتي هتلاقوا بقى بصوا ديلي ميل ديلي ميل لاسف وده صند وكل الجرائط دي والصحف دي صلاح زعلان من كلوب ويروح مجايبين صورتين كده لصلاح وكلوب مسلا وصلاح اللي في النحاة التانية وهيعملوا سبارك او هي هيولعوا الدنيا ما بين صلاح وكلوب بالفترة اللي جاي بسبب ان الدكتور طالع بيقول ان ان صلاح زعلان من صرحاق كلوب ده كلامي يتقلم لكي انا مش بالوم على الدكتور انا مش بالوم على الدكتور دي دكتور ده شغلته دكتور انما النهاردة لو جي مقدم البرنامج قاله حاجة وهو مش عارف تصرف لان هو دي شغلته وما لومش على مقدم برنامج لانه مقدم برنامج عايز يطلع كلام منه بيعمل شغله صح? انت اللي اديتهش للبنبنية يا جماعة الكلام ده غلط يا جماعة انتم مسؤولين في منتخب مصر يا جماعة مصر بلد كبيرة في القرى ارجوك وانا مش عارف اقول ايه تاني وانا عارف اعمل ايه تاني ولما بتكلم بقول الكلام ده الناس بتزعل مني وبتقول ميدو بيقول لنا طب نعمل ايه طيب والله فيه حاجب بنتغضى عنها وبنسكو بنقول معلش لكن هل ده يؤقل ان الدكتور يطلع يعمل بعد كل الاخطاء اللي انتم عملتوها دي تطلعوا الدكتور يعمل حديث ويقول ان انا دكتور وان انا تشخيص واصلانا واصل صلاح زعلان من كلوب يا جماعة والله دي مش ادارة كورة ولا ادارة رياضة ولا ادارة حتى اي حاجة منتخب مصر ده كبير حرام عليكم والناس دي لازم تتحاسب ما حدش يقول لي تدخل الحكومي والكلام ده الناس دي لازم تتحاسب الناس اللي حطت مصر في الموقف ده ايه كانت نتيجة بطولة افريقيا ايه لازم يتحاسبوا لان دي ناس معلش مع احترامي جاية تستفيد من فيه ناس منهم جاية تستفيد من مناصبها فقط من غير ما تعمل اي حاجة للكورة في مصر واحدثوا لحرك بقى على اللي بيحصل مش اتكلم عليه دلوقتي لكن رغم كل المشاكل دي احنا ما بنعملش منتخب مصر ان هو منتخب اتحاد الكورة منتخب مصر ملكين احنا ملك الجمهور ملك الجمهور ملك اللعيبة اللي مسلته ملك الناس اللي صنع التاريخ ده منتخب مصر مش ملك حد عشان كده هنفضل بندعم المنتخب وبنشجع المنتخب وبنحلم رغم الاخطاء اللي احنا شايفينها من اتحاد الكورة لان احنا عارتين كويس او ان احنا منتخب مصر منتخب مصر ما يستهلش ان احنا نتمناله اللي نتملهو لكم منتخب مصر مش المفروض ياخد بزنبكو ولا باخطاكو ان شاء الله بازني ربنا يكرمنا ونكمل بعيد في البطولة دي كانت حلقة النهاردة من المنتادة اتصبع على خير وشوفكم بكرا على خير باذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة